كم مرة أجعى بالنا نوكل ورق عنب ولغينا الفكرة بس لمجرد أنه تذكرنا عملية اللف والساعات والتجهيزات اللي بيحتاجها هلا أكيد لها يعني مواسمها اللي بنعملها فيها بس هاي الوصفة للناس اللي حابين يعملوا نفس طعمل يلا نجيق ورق العنب بس بطريقة سريعة وسهلة عندهم ظروف مثلا مش قادرين للفوا فهاي الوصفة المناسبة رح نعمل فتة ورق العنب ترند هلا هي حاليا كتير طيبة وما بدها شغل بالمرة يعني انتو هلا رح تشوفوا الفيديو قدي سهل ووسيط وإن شاء الله تتشجعوا تعملوها لأنها نفس طعمل يلا نجي بس قصة تقديم مختلفة يعني فخليكم معاي بهذا الفيديو لنعرف كيف عملت فتة ورق العنب رح نبلش بيكوب من الرز المصري أو أصير الحبة رح أغسله سبع وثمان غسلات هيكة يعني بالحنفية عبل ما تصير المي عندي شفافة بعدين بعبي مي فوقي يعني عادي برضو من الحنفية بحرارة الغرفة وأتركه من ربع لنص ساعة ينتقى عبل ما أكون جهزت باقي الأشياء باقي الأشياء شو هي أكيد عنا ورق العنب فورق العنب هادا فروزن بس رح أقطعه طلعته يعني حطيته بمي بحرارة الغرفة وبس رح أطعمه مربعات صغيرة أوكي يعني صفتة صفتة عبل ما شو عبل ما أحصل أنا بعير لكم بالأكواب والمعالق المعيارية عشان يكون العيار ثابت والصبايا المبتدئين فهذا الكوب بظلني أعبيه عبل ما يصير عندي هيك كوب شوي مليان يعني إذا بنحكي أدق فهو كوب ومعلقتين مثلا أو هيك بس إنه بهذا الشكل بحطهم عبل ما يصير عندي كوب مليان هيك بصير العيار جاهز فرمت بصل ناعم كمان عندي تومي هرستها بندورة قطعتها كل مقادير بتلاقوها تحت الفيديو وكمان بقدونس هيك فرمت وفرمي خشنة وأكيد عندي ورق العنب اللي جحسته وهيك صرنا جهزين شو إنه نطبق الوصفة لأنها كتير سهلة بس بطنجرة واحدة رح نعملها ورح تطلع معانا جاهزة هلأ هون بالطنجرة الزكية أو اللي هي يعني طنجرة الضغط عادي طنجرة الضغط رح أحط زيت زيتون وأقلب في البصلة المفرومة ناعم عبل ما تدبل معاي ما بدي يعني لونها يصير بيني أو هيك بس لتدبل شوي وبعدين رح أنزل عليها تومي مهروسة وأقلب التومي هيك بس دتطلع لي حتها يعني ما بطول عليها برضو هيك 30 ثانية بتكون معاي الأمور تمام بعد هيك شو رح أضيف رح أضيف رب بندورة وكمان دبس فليفلي هلأ دبس فليفلي اختياري بس بعطي طعم كتير زاكي إذا ما عندكم إياه بتقدروا تحطوا بابريكا مع البهارات حطوا بابريكا عشان تعطينا هيك طعم طيب فقلبتهم كتير كويس هون باخد وقت لي تقلبوا علشان أي طعم التعليب تروح وبضيف ورق العناب اللي قطعته زي ما شايفين بهذا الشكل بكل سهولة فبعطيه تقليبتين هيك هلأ فعليا كل الفيديو إحنا رح نضلنا نقلب المكونات ونضيفها بالتدريجي الموضوع جدا سهل رح أضيف كمون وكمان فلفل أسود وأقلبهم وبعد هيك رح أضيف البندورة اللي قطعتها مربعات صغيرة فضفت البندورة ورح أقلبها برضو هيك تقليبتين ما رح أطول يعني بالمرحلة هادي بس هيك كم تقليبه ونزل الأشياء الباقية ورح أضيف الرز اللي نقعناه غسلناه ونقعناه من ربع لنص ساعة زي ما قلنا ونكون حذيرين هون وإحنا بنقلبه علشان ما يتكسر معانا وهيك بالنسبة للإليه تمام رح أضيف هلأ البقدونس تقطيعته برجا بقولكم هي قريبة ع تقطيعة ورق العناب عشان يكون هيك في تناسق بالتقطيعات ورح أحط نعنع ناشف تقدروا تحطوا نعنع فرش يعني عادي تقطعوا وأنا كانت بتلكم صندوق الوصف قدي الكمية إذا حابين تحطوا نعنع فرش رح أحط عصير اللمون ودبس رمان طبعا هادور سر الزكاوي كلها اللي هو دبس الرمان مع عصير اللمون يعني مكس خرافي وأملح اللي هي بالآخر التمليح للطبق كلياته بس أهم إشي تنتبهوا أني عم بعير بمعالق معيارية لأنه أصغر من معلقة الشاي العادية يعني إذا عم تستخدموها هلأ هون حطيت مية مغلية عشان أستوي وراء العناب وأستوي كمان الرز وشو رح أعمل ببساطة رح أسكر الطنجرة وأضغط هذا الخليط كلياته اللي عملنا لي هي طعمه كلياته يا لنجي رح أضغطه 15 دقيقة على ضغط عالي فرح أكبس ستارت ورح تبلش هي تضغط رح يمر الوقت بعد ما يمر الوقت ويخلص رح أفرغ الضغط بهاي الكبسة وأستنى عبل ما الحديدة هاي تنزل بتكون الطنجرة صارت آمنة إني أفتحها فخلينا نشوف شو صار بالخلطة طلعوا كيف هيك بتبقبق قاعدة ورحتها يعني ورق عنب ورق عنب تعبنين باللف تبعوا يعني هالكنين كتير الموضوع بسيط فرح تطلع معاي بهذا الشكل مرأة شايفين كيف وهو المطلوب هذا اللي بدي إياه لأنه رح ترجع تجمد لما تبرد فهيك صارت عندي جاهزة رح أتركها تبرد ونكمل نحضر باقي أشياء الفتة هلا بنقدر نكتفي بالجزء الأولاني بس أنا حبيت أعملكم إياها كفتة يعني فعندي هون خوبة زرقية يكون أفضل طريقة أنه نقطعوا بالمقص يعني هذا أسرع من السكينة بس أهم إشي المقص يكون مخصص للأكل رح أطعوا بهذا الشكل أنا حبيت أعملوا شرائح طولية بس تقدروا عادي مربعات اللي أنتوا حابينوا أعملوا بس صار عندي بهذا الشكل ححط عليه شويهك زيت زتون لإني رح أقليه على الأيرفراير فالأيرفراير محميتها أنا قبل بوقت على درجة حرارة 200 بقعدوا تقريبا 3-4 دقايق مع التقليب بطلع معي بهذا الشكل بتقدروا تقلوا قلي عميق بتقدروا إنكم تحمصوا بالفرن زي ما أنتوا حبيم تقدروا تعملوا بس أنا يعني عشان ألايا الهوائية أسهل وأسرع فبالألايا الهوائية رفعت الخبز وهلأ رح أحط اللوز بطريقة بسيطة بدون ما نحط عليه زيوت لأنه أصلا في زيوت على 200 برضو بقعد من دقيقتين لتلاتة مع التقليب علشان بأخد لون على السريع هيك بالنسبة لي صارت أول جزئين للفتة جاهز والجزء الأخير اللي هو صلصة اللبن لبن طحينة تومة وملح ولمون طبعا كل مقادير تحت الفيديو التزموا فيها خصوصي الطحينة يعني الطحينة نسبتها هنا قليلة لأنه اللبن يكون أكتر بهاي الفتة أطيب من أنه يكون طحينة يعني نسبتها عالية فهمتوا علي؟ فرح أحرككم بس هيك سوى وهيك بالنسبة لي صار جاهز هلأ شو بدي أعمل؟ بدي أفرجيكم شو صار بالفتة اللي عملناها شو صار بالصلصة ورق العنب اللي عملناها؟ طلعوا كيف تقلت بس بردت هون مش بردت تماما هون دافية أنا بفضل إنها تبرد تماما عشان ما تأثر على صلصة اللبن اللي رح نحطها فوق عرفتوا ما تأثر على القوام سين هيك مايع أو مفرفط أو كذا فصبيتها و بدي أفرجيكم إنه الطنجرة يعني مش ملزق فيها أي إشي عشان إعيار المي اللي حطيناه مناسب جدا لإعيار الرز وورق العنب رح أحط صلصة لطحينة بالنص شوي هيك دبس رمان عشان ليش لأ عشان حموضة أكتر ورمان حب هيك كنت فارطيته وحطيت كمان اللوز اللي قالناه رشة بقدونس هذا كان عندي فروزن أنا بقطعه بفرزه عشان أسهل وأسرع بحط الخبز المقلي أنا حطيته بس هيك بالنص عشان غيات التصوير بس إنتوا يفضل تحطوه على الإطراف علشان كل حدا يغرف من الفتة هادي يطلع له من الخبز الفتة نفسها كخليط اللي عملناه مع ورق العنب كتير طيب طيب لحاله ومع اللبن والأشياء اللي حبشتكنات اللي حطيناها فوق أزكى وأزكى فمتمنى إنكم تجربوها كتير سهلة إذا كنتي مثلا موظفة ومش لاقيه وقت مش حتى عندك ظرف معين ومش قادرة تلف فيه وجاع عبالك ورق العنب فهاي أسهل طريقة وأسرع طريقة إنك تدوقي فيها ورق العنب بس إنه يعني بشكل مختلف وبس هاي كانت وصفتنا لليوم بتمنى تكون عجبتكم مع فكرة هي هلأ الترند يعني اسمها ريزوتو حتى مسمينها ورق العنب اللي هو ريزوتو هو طبق إيطالي بيكون روز بطريقة كريمية يعني تقريبا نفس الطبقة التحتنية فإنه هيك يعني إحنا لو سمحتوا بدنا نعرب الوصفة ورق العنب تبعنا فبنا نسميها فتت ورق العنب مش ريزوتو ورق العنب فإذا حبيتوها للوصف ما تنسوا تحكولي رأيكم بالكومنتات هل ممكن تجربوها أو لا وحطولي لايك وشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم بنشوفكم على خير إن شاء الله بوصفات جاي وفيديوهات جاي يعطيكم ألف عافية